ومعنا اشتبان فاخد شك المدير الرياضي لنادي تابلسي ألتشيكي نتكلم أكتر على تجربة محمد ياسر وعلى رؤيته لمستقبله سواء مع الفريدة أو لو كان فيه طبعا نية في تجديد الإعارة أو حتى البيع للخير خلينا نرحب طبعا باشتبان فاخد شك معنا في السادسة مساء الخير برحب بيك وأهلا وسهلا بيك معنا على شاشة الأهلي مساء الخير وشكرا جدا على الاستضافة الكريمة طبعا بصفتك مدير الرياضي لنادي تابلسي بالتأكيد تبعت الفترة الأولى لمحمد ياسر واحد السؤال الأولي يهمني أعرف إلي شدكم في محمد ياسر وتقييمك لفترته الأولى مع فريق تابلسي بالطبع محمد ياسر رشح لنا أحد الشباب اللي هم كانوا بيتابعوا الرياضة في نادي تبليتسي ورشحوا لنا عشان نضموا للفريق بتاعنا إيه كان السبب أو إيه السبب اللي دفعت الإدارة أنها تفكر في تمديد عقد إعارة محمد ياسر وهل في تفكير بعد تقييمك طبعا لمستوى في الفترة الأخيرة هل ممكن يكون في تفكير في تفعيل بند شراء إذا كان في بنود التعاقد يعني فيه إمكانية تفعيل بند شراء لمحمد ياسر إحنا طبعا مددنا إعارات ياسر لأن إحنا شفنا فيه مهارة غير عادية السيزون اللي فات وطبعا ساعدنا كتير مميزات محمد ياسر كمهاجم مستوى إسهماته مع الفريق قدرته على التطور في الفترة الأخيرة من أول منضم النادي تابلسي تقييمك لها إيه؟ شايف إزاي تطور مستوى في الفترة دي طبعا بدايته كانت صعبة لكن بسبب أنه حصل على إصابة أو تصاب في البداية لكن بعد كده قدر أنه يطور من نفسه والنادي شاف في ده تطور كبير وعمل على أنه يجدد الإعارة بتاعته مميزات ياسر كمهاجم يعني عايزة عرف كبروفايل لعب تشوف إيه أكتر حاجة بتتميز محمد ياسر؟ طبعا بسبب أنه قمته طويلة أنه طويل ده ساعده طبعا أنه يكون محترف في النادي أو طول القامة بيساعد اللاعب أو المهاجب أنه يكون على مستوى عالي من الأداء ليه كان فيه رغبة من النادي التشيكي في تمديد عقد الإعارة؟ وهل فيه اتفاق أو فيه رغبة أو فيه نية حتى أنه يكون فيه فكرة شراء اللاعب بعد تمديد عقد الإعارة أو بعد انتهاء فترة إعارته مع النادي؟ طبعا إحنا كان من دواعي سرورنا أنه نجحنا في تمديد خامته ولكن شراء عقد اللاعب أو ضمه للفريق بشكل دائم ده يرجع للاتفاق مع النادي الأهلي تجربة ياسر عموما وبصرف النظر حتى عن نادي تابلسي بيكلم يعني بشكل عام أكتر تجربة ياسر واحترافه في سن صغيرة ونجاحه في الفترة الصغيرة دي بإقناع النادي حتى على أقل في تمديد عقد إعارته هل ده ممكن يشجع نادي تابلسي أو أنداتشيكي تاني على فكرة ضم لعابين مصريين؟ يعني أنا بشوف أنه فيه كتير من اللاعب المصريين نجحت في أوروبا نجحت في ألمانيا نجحت في إنجلترا نجحت في فرنسا أنت شخصيا يمكن وانت كنت واحد من نجوم مارسيليا الفرنسي أعتقد أنك لعبت في نفس الوقت مع أحمد حسام ميدو يعني كنت بتلعبه في نفس الفريق فكرة أنه يكون فيه نجاح أو تجارب نجحة تانية تبدأ رحلتها في الأنديات الشيكية هل ده أمر وارد؟ هل بتشوف نظرتك أو وجهة نظرك في ده إزاي؟ بالطبع نحن طبعا حبين أن نستغل التعاون مع النادي الأهلي مستقبليا في إعارة أو جلب المزيد من اللاعبين الذين لديهم الكفاءة العالية في مصر ولكن ده بيعتمد على المستقبل ومعتمد على تطور اللاعبين هناك في النادي الأهلي أنت فاكر الفترة اللعبت فيها بالتأكيد في أولمبيك مارسيليا أنا فترة أكيد زي ميلت فيها أو كنت بتلعب مع أحمد حسام ميدو مش عارف طبعا يعني كنت قريبين أو كان فيه صداقة بتربط بتجمع بينكم وبين بعض ميدو من اللاعب المصرية برضو اللي احترفت في وقت مبكر جدا وخذ خطوات سريعة جدا ونجح في عدد من الدوريات في أوروبا لكنه لأسف يمكن ما يكملش المشوار هل ممكن تشوف أنه محمد ياسر عنده نفس الإمكانيات اللي تسمح له بتكرار تجربة أحمد حسام والانتقال لدوريات أكبر طبعا أنا فاكر ميدو أنه كان لعب ممتاز مهاجم ممتاز وعلى المستوى الإنساني كان مرح وكان فكاهي جدا وطبعا أنا طبعا ده يعني أنه كان لعب ممتاز جدا في الفترة دي ولكن لما آجي أقارن ميدو بياسر فياسر هو يعني على مستوى آخر من اللياقة البدنية اللي طبعا الشخصين المختلفين ولكن ياسر عليه أن يعمل على نفسه عليه أن يجتهد كثيرا لكي يصبح ميدو رؤيتك يعني أنا عارف طبعا أنك أنت مدير رياضي لكن بالتأكيد الجوانب المالية مهمة جدا يمكن أندال تشيكية عموما صدرت لأوروبا كلها والأكبر أندال في أوروبا كمان مجموعة يعني على أعلى مستوى من اللاعبين هل بتشوف أنه دورة تشيكية أولندية تشيكية ممكن تكون بوابة لاحتراف عدد كبير من اللاعبين المصريين أو اللاعبين الأفرقى والعرب عموما وخلينا أكلم معك في النواحي المالية هل في عام الجذب خصوصا من النواحي المادية هل في سقف روايتب مثلا معين أو سقف التعقدات من النواحي المالية متحدد عندكم في تشيك؟ طبعا فرصة ضم لاعب من مصر هنا طبعا هي عملية صعبة لأن كل لاعب يضموا هنا يحتاج وقت عشان يتكيف ويتطبع مع التقس هنا والثقافة هنا ولكن طبعا لما بنضيف الميزة المالية طبعا إحنا الأندية التشيكية هنا بتدفع مبالغ مالية عالية طبعا عن نظرتها في الوطن العربي أو في مصر ولكن إحنا بنحاول أن نقدم عروض مالية أحسن بقدر الإمكان ولكن طبعا ده بيرجع لميزانية الأندية هنا أنا عايزة أعرف مثلا على سبيل المثال أنا مش عايزة رقم دقيق بس أنا على سبيل المثال العقود عندكم في تشيك مثلا متوسط العقود بالنسبة لللاعبين أنا عايزة أعمل مقارنة لأنه هنا اللاعبين الكرة في مصر مثلا في السوق المصري بيتقادوا أرقام كبيرة جدا يمكن بتتفاق حتى على بعض الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا عندنا العيبة بتتقاد رواتب أو عقود أعلى من اللاعبين في الدوري الإيطالي والدوري الأسباني والدوري الفرنساوي فأنا عايزة أقارن بس عام مقارنة هل سقف التعقدات عندكم في تشيك عالي ممكن نقارنه بالدوليات الكبيرة ولا لي حدود معينة طبعا بغض النظر عن تبليتس إننا هنا دلوقتي طبعا اللاعب في نادي مثل نادي تبليتس بيأخذ حوالي 3000 أو 4000 يورو شهريا لكن في أندية أخرى طبعا أوروبية ممكن يوصل عشر أضعاف خلينا أسألك في النهاية على أمم أوروبا يورو 24 وعن فرص طبعا بعد المستوى الرائعة لقدموا منتخبة شيك في بطولة كاس العالم هل بتشوف أنه يملك فرص المنافسة على لقب بطولة يورو 24 ولا يعني الجيل ده صعب أن يحقق اللقب ما طبعا نحن نكلم على أنجوم كبيرة جدا وقدمت مستوى الرائعة في بطولة كاس العالم لكن هل بتشوف في صعوبة المنافسة على لقب يورو 24 أكيد إحنا في مجموعة صعبة وهيكون من الصعب طبعا الصعود ولكن أنا يعني واثق أني المنتخب تشيكي هيتأهل كتير وأنا بتمني له المزيد من التوفيق في المباراة القادمة يمكن كان في لعب مصري ياباني اسمه أسامة السمني برضو احترف عندكم قبل كده في نادي تيبليتسي في تشيك مش عايف تتذكروا كنت في موقع مسؤولية في الوقت ده ولا لا أو هل تتذكروا وجاءت أنت بعتك عنه أسامة السمني كان لعب مصري ياباني طبعا أنا متذكر اللاعب كان مهاجم محترف وكان لديه مهارة بارعة طبعا ما كانش معتاد على جمهورتي تشيك وما كانش معتاد على الجو هنا يعني الجو كان بالنسبة له صعب شوية سبحان فاخو تشيك المدير الرياضي لنادي تيبليتسي تشيكي بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا كل التوفيق لتشيك واحد من منتخبات حياة محترمة لرغم يمكن على المستوى المحلي ما فيش أندية في تشيك تارت تنافس في البطولات الأوروبية الكبيرة لكنه الحقيقة بيمتلك مجموعة كبيرة جدا من اللجوم وقدر يقدم للعالم لعيبة على أعلى مستوى شكرا شتابعا فاخو تشيك شكرا شكرا شكرا